ومجلس الاتحادة المغربية تشبه قوليزاري التزاما مننا بتشبتنا الدائم لهيئتنا أعضاء ومجلسا ونقيبا بقضيتنا الوطنية وهي قضية الصحراء المغربية نرى أنه من واجبنا كفاعلين وشركاء أساسيين في منظومة العدالة بصفة خاصة وفي المجتمع المدني بصفة عامة أن ندافع وباستماتة عن وحدتنا الترابية ومن وجهة نظرنا القانونية وبالديبلوماسيتنا الموازية القانونية وفي هذا الصياق ستكون لنا كمحامين قراءة قانونية في القرار الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الاتحاد الأوروبي بساريخ 4 أكتوبر الجاري وعليه نستهل قراءتنا لهذا القرار بالتعريف بالأطراف التي شاركت في مراحل المسطرة المباشر أمام الهيئات القضائية للاتحاد الأوروبي وتشدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية لم تشارك للأسف في أي مرحلة من مراحل المسطرة المذكورة كما ذكرت بذلك في بلاغها الرسمي لوزارة الخارجية والتعاول الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج واحد القضية الأولى عدد 778 سي 778 على 2021 تضم الأطراف التالية لجنة الأوروبية بصفتها طاعنة جبهة الفوليزاريو بصفتها مدعية خلال المرحلة الابتدائية مجلس الاتحاد الأوروبي بصفته مدعى عليه خلال المرحلة الابتدائية مملكة إسبانيا الجمهورية الفرنسية غرفة صيد البحري للبحر الأبيض المتوسط غرفة صيد البحري لشمال البحر الأطلسي غرفة صيد البحري لوسط البحر الأطلسي غرفة صيد البحري لجنوب البحر الأطلسي بصفتهم أطراف متدخين في المرحلة الابتدائية القضية الثانية عدد C-798 على 2021 تدم الأطراف التالية مجلس الاتحاد الأوروبي بصفته طاعنا مدعوم من مملكة بلجيكا هنغاريا الجمهورية البرتغالية والجمهورية السلوفاكية بصفتهم أطراف متدخلين في الطعن جبهة بوليزاريو بصفتها مدعية خلال المرحلة الاتدائية مملكة إسبانيا الجمهورية الفرنسية اللجنة الأوروبية غرفة الصيد البحري للبحر الأبيض المتوسط غرفة الصيد البحري لشمال البحر الأطلسي غرفة الصيد البحري لوسط البحر الأطلسي غرفة الصيد البحري لجنوب البحر الأطلسي بصفتهم أطراف متدخلين خلال البرحلة الابتدائية في إطار طعنها التمست اللجنة الأوروبية في القضية الأولى ومجلس الاتحاد الأوروبي في القضية الثانية من محكمة العدل لالتحاد الأوروبي الإلغاء الجزئي لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 29 شوتنبر 2021 والقاضي بإلغاء كل من قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتوقيع اتفاق شراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول دخوله حيث تنفيذ فضلا عن إلغاء تبادل المراصلات المرفقة للاتفاق المذكور وحيث إنه من بين الدفوع الأساسي المطارة من طرف الطاعنين نجد أهلية المدعي في التقاضي التي تعتبر من المبادئ المسترية الأساسية المنصوص عليها في جميع القوانين بالإضافة إلى الدفع المتعلق بالتدخل في العلاقات الخارجية من طرف القضاء الأوروبي بمناسبة تأويله لنصوص تعاقدية حول أهلية الطرف المدعي في التقاضي أكد اتفاق شراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والمجموعة الأوروبية لسنة 2006 في بنده الحاد عشر أن هذا الاتفاق يطبق على صعيد التراب المغربي والمياه التي توجد تحت الولاية القضائية المغربية وقد عرف البند الثاني في هذا الاتفاق منطقة صيد البحري زوندوبش مغوكان بالمياه التي تخضع للسيادة أو للولاية القضائية المغربية وحيث أن جبهة البوليزاريو سبق لها وأن أقرت في إحداث كيان وهمي يدعى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي لم تعترف بها أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي مما يجعلها مفتقدة للشخصية المعنوية التي تمكنها من التقاضي أمام هيئات الاتحاد الأوروبي وتحديداً توافر شروط الصفة والمصلحة بتاريخ 16 أبريل 2018 عقب إصدار القرار المؤرخ 27 فبراير 2018 في قضية ويستر صحرا كومباني عدد 126 على 16 وافقت اللجنة الأوروبية على فتح المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية قصد تعديل اتفاق الصيد البحري لسنة 2006 سالف الدكر لضم المياه المجاورة لاستحراء المغربية توظف في هذا الاتفاق اللجنة عبارة الصحراء الغربية وبتاريخ 2024 يوليوز 2018 أصفرت المفاوضات عن إحداث اتفاق مبدئي جديد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري بالإضافة إلى بروتوكول دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق وكذلك تبادل المراسلات المرفقة له وبتاريخ 14 يناير 2019 ببروكسل تم توقيع اتفاق شراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وما يرافقه من بروتوكول ومرسلات وحيث أن البند الأول من اتفاق الصيد البحري يعرف منطقة الصيد البحري زوندوبيش بمياه البحر الأطلسي الشرقية الوسطى الموجودة بين المتوازيات 18-45 شمالا و20-13-40 شمالا بما في ذلك المياه المجاورة للصحراء المغربية ويوظف كذلك الاتفاق عبارة الصحراء الغربية والتي تعطي تغطي كل مناطق التدبير وحيث أن البند الخامس من الاتفاق في فقرته الثانية ينص على أنه لا يمكن للسلطات المغربية أن تمنح تراخيص الصيد للسفل الأوروبية إلا في إطار هذا الاتفاق وحيث أن البند السادس في فقرته الأولى ينص على ما يليه من أجل ضمان تنظيم لصيد بحري مستدام على سفن الاتحاد التي تنشط في منطقة الصيد الالتزام بالقوانين والأنظمة المغربية المنظمة للأنشطة في هذه المنطقة ما لم ينص مقتضى آخر في هذا الاتفاق بخلاف ذلك وفي إطار تبادل المراسلات بين الطرفين أكدت المملكة المغربية بأن منطقة الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه جميع صلاحيات السيادة كباقي التراب الوطني المغربي ويعتبر المغرب بأن حل هذا النزاع الجهوي يجب أن يتم على أساس مبادرته للحكم الداتي وفي إطار اعتراض جبهة القوليزاريو على هذه المقتضيات والتبادلات بادرت هذه الأخيرة إلى رفع دعوة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي عن طريق تسجيل مقالين بتاريخ 10 و12 يونيو 2012 قصد إلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوقيع اتفاق شراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وحيث أن الإشكالات القانونية المطروحة هي كالتالي هل تتوفر جبهة القوليزاريو على الشخصية المعنوية التي تمنح لها أهلية التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وهل تتوفر الجبهة على الصفة التي تخول لها مشروعية الدفاع عن سكان الأقاليم الجنوبية وهل تتوفر الجبهة على شرط المصلحة المباشرة وفقا لنصوص القانون الأوروبي من حيث الشكل أكد كل من المجلس واللجنة في دفوعهما بدعم من الجمهورية الفرنسية ومن غرفة الصيد البحري بأن جبهة القوليزاريو لا تتوفر على الأهلية التي تمكنها من التقاضي أمام هيئات الاتحاد الأوروبي وقد اعتبروا بالإجماع أن الجبهة لا تتوفر على الشخصية المعنوية طبقا لما ينص عليه القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي وقد أكد المجلس بأن المحكمة قد جانبت الصواب بتأويلها بشكل مستفيد لمبدأ الشخصية المعنوية حيث اعتبرت بأن صفة البوليزاريو التمثيلية أمام منظمة الأمم المتحدة تخول لها الشخصية المعنوية للتقاضي كذلك أمام محاكم الاتحاد الأوروبي تبعا لمستنتجات المحامية العامة ويستشف من التأويلات غير الموضوعية بأن محكمة العدل لالتحاد الأوروبي قد جانبت صواب حين اعتبرت بأن الدور التمثيلي الذي تقوم به جبهة البوليزاريو أمام المنظمات من شأنها تنظيم العلاقات بين الدول ونقاش القضية بشكل سياسي وليش بشكل قانوني وفي إطار محدد يقارن بالأهل القانونية للتقاضي أمام المحاكم فالشخصية المعنوية المنصوص عليها في المدة 263 في فقرتها الرابعة من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي لا يمكن تعريفها بشكل غير موضوعي ومستفيد من خلال مقارنة ذاتية لوضعيات تحكمها سياقات مختلفة وبخصوص موافقة سكان الأقاليم الجنوبية على اتفاق الشراكة اعتبرت اللجنة بأن وضع جبهة البوليزاريو ودورها التمثيلي يظلان محدودان فضلا على اعتبار بأن محكمة الاتحاد الأوروبي لم تحدد بشكل صحيح القانون العرفي الدولي في حين أنه كان ملزما في تلك القضية ومن حيث الشكل أيضا طرحت دفع المتعلق بمصلحة الطرف المدعي حيث إن عدم توفرها على الشخصية المعنوية المنصوص عليها في المادة 263 من المعاهدة المشار إليها أعلى تنعدم كذلك مصلحة الطرف المدعي بحيث لا يمكن اعتبار الجبهة معنية بشكل مباشر كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوقيع اتفاق شراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري وقد أتيرت هذه الدفوع المتعلقة بمصلحة الطرف المدعي من طرف كل من اللجنة والمجلس وجمهورية فرنسا وغرف الصيد البحري معتبرين بأن محكمة الاتحاد الأوروبي ارتكبت مجموعة من الأخطاء في تقديرها للآطار القانونية لقرار يقضي بإبرام اتفاق دولي يعني بين الدول بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب وقد أكدت غرفة الصيد البحري على أن مبدأ الحماية القضائية الفعالة لا يمكن تمديده لصالح مدعي غير أوروبي قصد الدفاع عن حقوق جماعية تنظر جدي من القانون الدولي ورغم هذه الدفوع الموضوعية توجهت محكمة العدل لالتحاد الأوروبي إلى تأويل ذاتي معتبرة بأن جبهة البوليزاريو لها الحق في الطعن أمام القاضي الأوروبي قصد الاعتراض على عمل من أعمال الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه المساس بشكل مباشر بالوضعية القانونية لسكان الأقاليم الجنوبية وتطرح أيضا مسألة تدخل القاضي الأوروبي في العلاقة الخارجية حول تدخل القاضي الأوروبي في العلاقات الخارجية أكدت لجنة الأوروبية بأن القرارات القاضية بإمرام اتفاق دول خارج الاتحاد تستوجب مراعاة مصالح الاتحاد الأوروبي موازاتا مع احترام الأهداف المتعلقة بالنشاط الخارجي المنصوص عليه في المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ويحضى مجلس الاتحاد الأوروبي بصلاحيات واسعة تتعلق بموازنة مفهوم عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة مع باقي أهداف الاتحاد على الساحة الدولية وبالتالي حيث أن اللجنة الأوروبية فإن الرقابة القضائية لا يجب أن تتعدى حدود معرفة ما إذا كانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد خرقت بشكل سافر أم لا شرطة تطبيق المبادئ السالفة وحيث أن محكمة الاتحاد الأوروبي قد أهملت صلاحيات المجلس باعتبارها جورا بأن الموافقة الصريحة لجبهة البوليزاريو تعتبر شرطا مطلقا مما يتعارض مع القانون الدولي العام الذي لا يحتوي على أساس قانوني بهذا الصدد يتبين من خلال قراءتنا لقرار محكمة العدل الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء اتفاق الشراكة بأن هذه الأخيرة تطاولت على اختصاصات منظمة الأمم المتحدة التي يخول لها القانون الدولي وحدها البت في النزاعات الدولية المتعلقة بالأمم والشعوب وحيث من خلال تعليلها لقرارها الأخير يتبين بأن محكمة العدل تطرقت إلى مجموعة من النقاط المرتبطة بتمتيلية سكان الأقاليم الجنوبية وجزمها بأن الجبهة هي المخول لها الترافع الموافقة بما تسميه محكمة العدل بالشعب الصحراوي حاولنا من خلال هذه القراءة التركيز على النقاط التقنية الأساسية التي تبين بشكل قاطع بأن محكمة العدل الاتحاد الأوروبي قد جانبت صواب في قرارها بإلغاء اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري المستدام فهذا الاتفاق يعتبر وسيلة ناجعة لتحقيق النمو السوسي اقتصادي للمنطقة وخاصة بعد سلسلة الاعترافات بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على أقالمه الجنوبية من طرف دول وازنة للاتحاد وكذلك من طرف الولايات المتحدة وعدد من الدول انتهت قراءتي للقرار ولكن لا بد من الإشارة إلى أربع نقط من الممكن أن تفيد في النقاش حول هذا الموضوع من الناحية القانونية اعتبرت أن هذا القرار رغم خطورته هو مجرد ضغط على المغرب لأن تأثير على اعتبار أن الجهاز القوي في الاتحاد الأوروبي هي المفوذية هي كجهاز تنفيذي وأن هذا القرار هذا هو من أجل الضغط على المغرب من أجل تعديل شروط الاتفاقية لأنها تسلات في 2023 فيما يتعلق اتفاقية الصيد البحري الاتفاقية الأخرى لازالت سارية المفعول يجب على ديبلوماسيتنا أن تعي وتفرض شروطها في الاتفاقيات المسبقة وكذلك أن نعطي الاعتبار إلى الجانب القانوني لأنه هو الديبلوماسية الموازية الذي يمكن أن يصاحب الديبلوماسية